اشتركوا في القناة اولا عائلة سويرس من دولة مصر العربية صافي ثروتها هي 11.2 مليار دولار وظهر هذا التغير منذ 11 مارس 2022 بـ 800 مليون دولار تعود خسارة سويرس البالغة 800 مليون دولار في 9 أشهر بشكل رئيسي إلى تراجع ثروة ناصف سويرس وكذلك شهد ناصف الرئيس التنفيذي لشركة OCCMB انخفاضا في ثروته إلى 6.9 مليار دولار في 29 ديسمبر من العام الحالي من 7.7 مليار دولار في 11 مارس بلغت ثروة الأخ سميح سويرس 850 مليار دولار وظهر سميح سويرس آخر مرة في قائمة فورزب السنوية للمليار ديرات في عام 2015 وقد انضم مؤخرا إلى التصنيف الفعلي بثروة تبلغ مليار دولار لكنه لم يعد مليار ديرا اعتبارا من 29 ديسمبر من العام الحالي أكبر أصول ناصف السويرس هي حصته البالغة 6% في شركة أديدس التي انخفض اسهمها بنسبة 38.3 أي ما يعادل 134 دولار في 22 ديسمبر من سنة 2022 وارتفع السعر سهم OCMV بنسبة 20% ليصل إلى 35.7 دولار خلال فترة تسعة أشهر وتوفي والد الإخوة الثلاثة أنسي سويرس في مدينة القونة المصرية في يونيو 2021 وقام بتأسيس إمبراطورية أوراسكوم للإنشاءات في عام 1950 والتي تم تأميمها بعد عشر سنوات ومع ذلك أعاد بناء المجموعة من السفر وفي عام 1995 تم نقل الإدارة إلى ابنه ناصف السويرس العائلة الثانية هي عائلة ميغاتي من دولة لبنان صافي ثروته الإجمالي هي 5.6 مليار دولار وشهد الأخوان نجيب وطاها ميغاتي انخفاض في ثروتهم المجمعة لتصل إلى 800 مليون دولار لتصل إلى 5.6 مليار دولار في 29 كانون الأول ديسمبر من العام الحالي مقارة بـ 11 أذار مارس 2022 وكان نجيب أغنى شخص في لبنان يتولى رئاسة الوزراء منذ عشر سبتمبر 2021 وتولى رئاسة الوزراء في لبنان ثلاث مرات أولا في سنة 2005 للإشراف على الانتخابات النيابية في حيزوران 2011 لكنه قدم استقالة حكومته في أذار 2013 لكنه استمر في منصبه حتى منتصف شباط من العام 2014 وأسس نجيب وشقيقه طاه شركة أنفستيكم سنة 1982 لبيع الهواتف الفضائية في زروة الحرب الأهلية اللبنانية واشترى ميغاتي مجموعة من الهواتف التي تعمل بالقمر الصناعي وبعاه لأصدقائه وشركائه في بيروت في أوائل الثمانينات مقابل 50 ألف دولار للقطع الواحدة وفي عام 2005 تم طرح أنفستيكم للكتاب العام في بورصة لندن وفي عام 2009 اشترى أمتي أن في جنوب إفريقيا مقابل 3.6 مليار دولار العائلة الثالثة هي عائلة منصور من جمهورية مصر العربية حافظت عائلة منصور المكونة من الأشقاء الثلاثة المليارديرات محمد ويوسف ويسين منصور على صافي ثروتهم عند 5.1 مليار دولار محمد لديه 2.5 مليار دولار وثروة يوسف 1.5 مليار دولار في حين تقدر ثروة يسين الصافية بنحو 1.5 مليار دولار وشغل محمد البالغ من العمر 74 عاما منصب وزير النقل المصري بين عام 2006 و2009 خلال نظام الرئيس السابق حسني مبارك وهو حاليا رئيس شركة من كابيتال البيبي أما شقيقه الأكبر يوسف 77 عاما فهو رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور أما الشقيق يسين الشقيق الأصغر البالغ من العمر 61 عاما فهو رئيس شركة بالم هيلز الذي تعمل في مجال العقارات والتي يمتلك الإخوة المليارديرات الثلاثة حصصا في مجموعة منصور التي تأسست عام 1952 على يد والدهم الراحل لطفي منصور الذي وافته المنية عام 1976 ويعمل بها 60 ألف شخص واستحوذت مجموعة منصور على وكالة جنرال موتورس في مصر عام 1975 ثم أصبحت الشركة واحدة من أكبر موزعي جنرال موتورس في العالم وتبيع الشركة أكثر من 75 ألف سيارة سنويا وفقا لموقعها الرسمي على شبكة الأنترنت العائلة الرابعة وهي عائلة يسعد ربراب وعائلته حافظ الملياردير الجزائري يسعد ربراب وعائلته على صاف ثروتهم عند 5.1 مليار دولار منذ انطلاق قائمة فوربز للمليارديرات لسنة 2022 وهم يمتلكون نفس ثروة عائلة منصور لذا فهم يتشاركون في المرتبة الثالثة بين الأغنى الأسر العربية لعام 2022 ربراب هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيبيطال أكبر شركة جزائرية خاصة وهي تمتلك واحدة من أكبر مصافي السكر في العالم بطاقة انتاجية تبلغ 2 مليون طن سنويا وتمتلك سيبيطال شركات أوروبية بما في ذلك صانع الأجهزة المنزلية الفرنسي جروب برانديت ومصنع الصلب الإيطالي وشركة تنقية المياه الألمانية كما أنتجت عائلة ربراب من خلال شركتها سيبيطال فيلما وثائقيا عن المقاتل العربي الجزائري العربي بن مهيدي الذي أعدمته الحكومة الفرنسية عام 1957 العائلة الخامسة هي عائلة الحريري من لبنان وتتكون عائلة الحريري اللبنانية من بهاء وأيمن وفهد الحريري بصافي ثروة بجمع 4.5 مليار دولار وبهاء وأيمن وفهد الحريري هم أبناء رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري وقد ورثوا ثروتهم من والدهم الراحل الذي كان مليارديرا وفي عام 2008 باع بهاء الحريري حصته في شركة سعودي أوجر للمقاولات والإنشاءات العائلية إلى شقيقه سعد الحريري رئيس وزراء لبنان السابق الذي خرج من قائمة المليارديرات في عام 2019 كما باع فهد حصته لشقيقه سعد في عام 2012 وأيمن أيضا في عام 2014 وأسس بها الحريري شركة أوريزون جوب وترأسها وهي شركة قابضة مختصة في العقارات لديها استثمارات في العاصمة الأردنية عمان والعاصمة اللبنانية بيروت كما يمتلك حصة الأغلبية في شركة جلوبال إكسبرس سيرفيس وهي شركة تقدم خدمات لوجستيكية في أكثر من مئات دولة بينما يستثمر أيمن الحريري في الشركات الناشئة من خلال شركة رادسي فونتر ومقرها نيويورك ومن ضمن استثماراتها شركة ناست التي أصبحت جزءا من شركة جوجل حاليا كما أنه مؤسس مشارك ورئيس تنفيذي لشركة فيغو وهي منصة إلكترونية اجتماعية خالية من الإعلانات تتيح للمستخدمين مشاركة الموسيقى والفيديوهات والصور أما فهد فهو الإبن الأصغر للملياردير الراحل رفيق الحريري فقد استثمر جزءا من أمواله في القطاع العقاري في نيويورك وباريس ومونتي كارلو وحاليا يستثمر في البنوك اللبنانية المحاصرة كما يقوم بتطوير عقارات سكانية في بيروت في الأخير شكرا لك على مشاهدة هذا الفيديو الرائع ونأمل أنه قد نال إعجابك لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد ولا تنسى المشاركة مع أصدقائك ليستفيدوا أيضا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة